أفدت مصادر مطلعة لموقع الخليج الجديد أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يدرس مقترحات قدمتها أجهزة سيادية تقضي بنقل نجله الأكبر محمود إلى هيئة رقابة الإدارية مع استمرار إدارته سراً لملفات محددة أوضحت المصادر أن هناك تقارير أوسط السيسي بإبعاد نجله الذي يشغل منصب وكيل المخابرات العامة عن دائرة الضوء خشية استغلال ذلك من قوى معارضة لإعادة تصدير سيناريو التوريث بالإضافة لمحاولة نزع فتيل الغضب المكتوم بين قيادات الاستخبارات العامة مع تنامي نفوذه وتهميش قيادات بالجهاز تسبقه أقدمية وخبرة وكفاءة